مرحبا بكم نيس الكل شفنا برشا اختلافات لدى الرأي العام التونسي وكذلك المغاربي من مسرحية لطفي العبدالي اللي الترق فيها لعبير موسي وزيد الناس اللي هجمت لطفي العبدالي فما نيس زيد دعمت لطفي العبدالي وبرشا مزالت ردود الفعل واللي حكيه هذي عاملة بوليميكة كبيرة فما زيد مثقفين عطاهوا برايهم في المسألة دية فيهم اللي سيند لطفي العبدالي فيهم اللي جاء ضده واعتبرها مش حري التعبير واعتبر مش رسالة اللي قاد يقدم فيه لطفي العبدالي لكن اخر تطور هو انه رئيس الجمهورية كلم لطفي العبدالي بالتليفون معناها شخصيا وعبر له على انه هو الضامن لحريت التعبير وحتى حد ما عنده الحق باش يوقف له العروض المسرحية بتاعه وجست قال اللي عنده حاجة يتوجه للقضاء والجمهور هو اللي يحكم يأما يمشي يتفرج فيه هو إلا ما يمشيش الرسالة هذي اللي انشرها لطفي العبدالي أثارت جدل كبير برشا مرة أخرى زيدا في صفوف الناس والإعلاميين المعروفين نحكيه اليوم على بيز زردي اللي وضحت موقفها من الموضوع هذية وما حبتش رسالة رئيس الجمهورية ووجهت له عديد الانتقادات وحبت تقوله شكرا سيدي الرئيس ونساء تونس الكل زيدا يشكرك من أعميق أعميق الأعميق هذي كلمة رئيس الجمهورية دي ما يقولها أمن سيد تشكر فنانين أخرين أبدعوا أكثر في إهانة المرأة في عهدك بالليه ينتظروا تكريم أو توسيم بيش نزغرتوا على رواحنا سجل يا تاريخ هذا انتقاد بيز زردي اللي دي ما معناه تلقى يكون ينتقدها ويتكيها ونذكروا نسي كل معناها مشكلته هي وكلاي بي بي جي والغنية اللي هبتت عليها واعتبرت إنه المرأة توهين في عهد رئيس الجمهورية قيس سعيد وانتقدته انتقادات لذعاء وشديدة وعودت هبت تستوري واحدة أخرى قالت ملا تونس وملا هي أبدعنا في الحرية بيش ندخل التاريخ من أحلى وأرقى الأبواب ما شاء الله الشباب بيش يتعلم درس مهم في الديمقراطية أعمال مسرحية والغنية محتويها سيه البرشا السب والقذف وهذه الأعراض وكلم زيد على قد ما تقدر والنجاح مضمون وحتى الرئيس بالاختار كان ما يكلمكش ويشكرك من أعمق الأعمق هيا يا شبابي للأمام النجاح والشهرة والفلوس تستنى فيكم عاش الرئيس عاشة الحرية في بلد الهمجية هكا قالت بيا الزردي في رسالة غاضبة رئيس الجمهورية ولطفي العبداللي وما حبتش بكل المسرحية اللي عملها لطفي العبداللي هي كونتر المحتوى هذية وهي زيدة كونتر تدخل رئيس الجمهورية بشكل هذيك وتعتبروا اللي هو تدخل غالته وفيه إهانة للمرأة التونسية في عهد قيس السعيد شنو أريكم في الموضوع هذي لا تنسيش خليوا لي لي كومتر متاعكم عملوا جاي مع الفيديو لا تنسيش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس بش وسيلكم الفيديو القادم